خلينا نروح لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا العزيزة مريم سميح تابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع وفي أخبار كثيرة وطبعا لا يخلو الجرائد أو لا تخلو الجرائد والمشتات من الحديث عن الفراعنة وغينيا وهذا اللقاء المرتقب فنعرف منك تفاصيل أكتر تفضل يا مريم بصبح عليك يا نهواند ويصبح عليك يا كريم ويصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة جولة بداية الأسبوع من داخل مقر اليوم السابع زي ما انت قلت بالظبط يا نهواند العنوان الأول معنا طبعا بيتحدث عن مواجهة منتخب مصر أمام غينيا وهي أولى مواجهاته والحقيقة فيها التصفيات المؤهلة الكأس الأمم الأفريقية 20-23 والعنوان الأول من موقع كورة التاريخ ينحاز للفراعنة قبل مواجهة غينيا زي ما احنا قلنا أن النهاردة منتخب مصر بيخود أولى مواجهاته في مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة الكأس الأمم الأفريقية 20-23 ده طبعا النهاردة باستاذ القاهرة النهاردة الأحد والحقيقة أن النهاردة بيسجل رقم عشر أو بيحمل رقم عشر هو اللقاء العاشر ما بين منتخبية مصر وغينيا الحقيقة أن التاريخ فعلا كان بينحاز في كل المواجهات أو في تاريخ هذه المواجهات الحقيقة أن منتخب مصر قدر أنه يفوز في أربع مواجهات فيما يعني فاز منتخب غينيا في تلات مواجهات وكان التعادل في مواجهتين طبعا بدأت مواجهات مصر وغينيا قبل 52 عام كاملة وبالتحديد في مرحلة المجموعات في بطولة كأس موال إفريقية 1970 واللي أقيمت في السودان وفاز منتخب مصر وقتها بنتيجة 4-1 وسجل في تلك المباراة علي أبو جريشا هدفين للفرعانة بجانب الراحل حسن الشاذلي من ضربة جزاء وراحل طه بصري وسجل لمنتخب غينيا سومة من ضربة جزاء أيضا يعني يمكن خسر منتخب مصر ثاني المواجهات ضد غينيا بنتيجة 4-1 في دورة الألعاب الإفريقية في عام 1973 وسجل يعني وقتها علي خليل هدف الفرعانة الوحيد واتقابل المنتخبات أيضا بمرحلة المجموعات بطولة كأس موال إفريقية عام 1976 بالمغرب واتعدوا بنتيجة 1-1 وأحرز وقتها للفرعانة الراحل أيضا طه البصري وسجل منتخب غينيا سيلة من ضربة جزاء ويمكن استكمالا لتاريخ هذه المواجهات لعب المنتخبات مرة أخرى في المرحلة النهائية لنفس النسخة وفاز منتخب غينيا بنتيجة 4-2 ويمكن سجل له هدفين وسيلة وغانم سلطان في مرمى وأحرز للفرعانة مصطفى عبدو والراحل محمد السياجي وتقابل المنتخبات في مقابلة ودية أو تجربة ودية عام 2009 ويمكن كان فيه تعادل في هذه المقابلة الودية بنتيجة 3-3 ويمكن فاز بقى منتخب مصر على غينيا في عقر درهاب نتيجة 3-2 وكان يعني يسجل محمد أبو تريكا في الدقيقة 95 وأحرز لمنتخب الغيني عبدو كامارا ومامادو أمارا ويمكن كمان أيضا تغلب منتخب مصر في ملعبه من نتيجة 4-2 وقتها طبعا سجل حسام غيلي ومحمد أبو تريكا وعمر زاكي ولعب المنتخبان مباراة ودية يوم 30 أغسطس عام 2016 وتعادلوا من نتيجة 1-1 واللقاء الأخير كان فيه تجربة ودية أيضا يوم 16 يونيو 2019 وفازت مصر بنتيجة 3-1 ننتقل بقى لتاني عنونا النهاردة عن نجمنا طبعا نجم المنتخب المصري محمد صلاح ونجم ليفر بول والعنوان الثاني من موقع اليوم السابع محمد صلاح أفضل هداف الدوري الإنجليزي على مدار خمس سنوات يتصدر النجم المصري طبعا محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم ليفر بول يمكن أكيد يعني أكثر أو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا وصناعا للأهداف فيه أو منذ موسم 2017-2018 حتى 2021-2022 وساهم طبعا مصري محمد صلاح في 164 هدف ببطولة البريمير ليج مع ليفر بول يعني يمكن مقسمة ما بين 118 هدف و48 تمريرة حاسمة ويمكن اليوم السابق عد تقرير عن القائمة لقائمة الأكثر الهدفين طبعا في البريمير ليج منذ سنين طويلة وجاء محمد صلاح على رأس هذه القائمة ب164 هدف 118 هدف و46 أسست وهاريكين طبعا اللي بيلعب لصالح توتنام 136 هدف 105 هدف و31 أسست ويمكن انتهت يعني هذه القائمة بعدد من أبرز نجوم طبعا البريمير ليج زي ساديو ماني طبعا ليفر بول 101 هدف 77 هدف و24 أسست طبعا رياض محرز منشاستر سيتي 84 هدف 50 هدف و34 أسست أيضا أوبام يانج طبعا لصالح أرسن اللي يمكن سجل 84 هدف بنتيجة 68 هدف و16 أسست وأخيرا روبرتو فرمينو ليفر بول 82 هدف بواقع 50 هدف و32 أسست تالت عناونا النهاردة من موقع الشروق طبعا يعني يمكن فيه أنباء كتيرة جدا بتتكلم عن فكرة انتقال تريزيجي للدوري التوركي وتحديدا يعني لبشكتاش فالعنوان التالت معنا النهاردة وكيل تريزيجي ينفي انتقاله لبشكتاش ويؤكد لدينا عروض أوروبية نفى كريستين إيميل وكيل أعمال محمود تريزيجي لاعب المنتخب الوطني الأنباء اللي بتتردد حول انتقال تريزيجي لبشكتاش التوركي وقال أيضا يعني إيميل يمكن في تصريحات نقلها أحد المواقع التركية الأنباء الوردة من تركيا عن اتفاق تريزيجي مع بشكتاش كذبة تماما ويمكن كمان ذكر التقرير أن وكيل تريزيجي بيعمل بشكل جيد يمكن يعني بيلعب كده مع الصحفيين يعني يمكن كان بيقول أنه هو سيرسر لعبه لنيزي آخر ثم في يوم الأيام قال أو رجع في كلام أو رجع في هذه التصريحات وقال أنه هو هينضم لبشكتاش ثم رجع ونفى هذه الأحديثة مرة أخرى وأكمل التقرير يكون وكيل أعمال اللعب بالتصويق من خلال حسابات طبعا المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وفي الأيام الأخيرة ازدادت الشائعات عن تواصل تريزيجي إلى اتفاق مع بشكتاش لكن رجع طبعا يعني إيميل ونفى كل هذه الأقويل وكانت تقارير صحفية تركية أشارت يعني يمكن خلال أيام المضايا أن تريزيجي بيقترب كثيرا من هذه الصفقة خلال المركات الصيفي المقبل ولكن الحقيقة أن يمكن وكيل أعماله نفى هذه الأقويل بشكل قاطع أخيرا من موقع الشرق الأوسط بعد 28 عام الأخضر يلطقي كولومبيا في تجربة منذيالية ساخنة بعد 28 عام من آخر مواجهة ودية جمعت يمكن أكيد الأخضر وكولومبيا يلطقي المنتخب السعودي من جديد بنظيره الكولومبي في أولى مواجهاته الودية ضمن استعداداته لمنذيال قطر 2022 وذلك خلال معسكره الحالي المقام في مدينة الكانتي الإسبانية ومواجهة ألمانيا هي واحدة أو مواجهة كولومبيا هي واحدة من أربع مواجهات ودية كشف عنها الجهاز الفني للأخضر السعودي خلال مراحل الانتقال أو مراحل الإعداد المتفرقة لمنذيال حيث يلاقي فنزولا في يونيو الحالي ثم الإكوادور في سبتمبر المقبل وبعدها كرواتيا في نوفمبر المقبل وبهدف الفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي من ملاقات أو يهدف طبعا رينارد من أو مدرب منتخب السعودي من ملاقات منتخبات متنوع أوروبية ولاتينية إلى محاكاة مجموعة منذيالية ثالثة واللي ضمت طبعا أكيد إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وتعود آخر مواجهة بين السعودية وكولومبيا إلى قبل 28 عام أو تحديدا منذ 28 عام عندما التقى المنتخبات نوديا في جدة مرتين استعدادا لمشاركة الأخضر في المنذيال الأول عام 94 طبعا دي كانت كل عنواننا قل صدرة صباح اليوم الأحد وكانت جولتنا في بداية الأسبوع من داخل مقر يوم السابق